أكبر ونروح لزاملنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي عشان يطميننا على بداية استعدادات النادي الأهلي مبارس السوبر أمام الله زمالك يا توفيق مساء الخير عليك مساء الخير أمير براحب بيك ومشاهدنا تتكرارهم كل المتابعين في كل مكان أهلا بك يا توفيق طميننا على تدريبات الفريق واستعداده للمباراة المباراة يعني زي ما قلت في البداية على طول النادي الأهلي مباراة الراحة قدر استعدادات مباراة السوبر إن شاء الله من الخامس الموج بالفابوزاد بعد الفوزم بالأمس على المصر 3-0 التمرين يبتدى الساعة 3 كان أبرز حاجة في بداية الميران أن كابتن محمود الخطيب دخل للعبين وغرف الملابس وقتمع بينهم قبل الخروج للميران مع محاولة ربع ساعة لكده تقابلهم عند الخروج للميران وستطعهم جميعا سرقها برضو أن كان ميستر فيلر التمع مع كابتن سالعب حريز وكابتن سامير عدلي عشان الترتيبات لمعاتك الامرات إن شاء الله والترتيبات النهائية والملاعب التدريب كابتن ساليم كان هيتسافر وهو كابتن سامير عدلي برضو قد الفريق بكرة إن شاء الله عشان يتطمينه على آخر الاستعدادات بحس إن الفريق إن شاء الله هيبقى مسافر بكرة راحة من التمرين قال بكيش تمرين بكرة هيتسافره للتنين يبقى إن شاء الله كل حاجة جاهز في است mitig� least일 الفريق عشان ترقي بخ longerكس في المباراة وبس وإن شاء الله يحقق المكسب ويحقق البطولة الجماهية للأهل كلها السامرين بتاد على الساعة 3 شارك بالشكل طبيعي في التأسيمة من السبعة معيش أني شارك بالشكل طبيعي في التأسيمة اشترك بشكل طبيعي وهو بيلعب شوية على الوقت برضو يعني شوية خوف على رجل وكده لكن شارك بشكل طبيعي في التأثيمة كان هو محمود متولي كانوا على طول بيعملوا زي ما بقول يعني جمال مشتركة مع بعض لكن كان بيشارك بشكل طبيعي جدا في التأثيمة بشكل كامل المحمد الشينيو اكتفى بالجاري لسة حوالي الملعب في بقية المران لكن بقية الحرات كابتن شريف اكرامي علي لوبسي مصطفى شبير قدوا تمرين قوي جدا واختفنوا كمان شاركوا هم اللي اتنين في علي لوبسي وشريف اكرامي شاركوا في التأثيمة كابتن احنا تفتح اكتفى بالمران في الجيم النهاردة ممكن كان في بعض الاجهات بعد مبارات مبارح لكن اكتفى في تمرينات الجيم بس وما شاركش في التمرين مع بقية الفريق لكن الأمور طبيعية الاستعداد زي ما يقول ببقى المباراة الزمالك مبكنا من غير راحة وإن شاء الله الناجل الأحي يكون عند الموعد وعند دايما جمهوره وحسن ظن جمهوره بيه بإذن الله تعالى فيما يتعلق بأحمد الشيخ أفشا موقفهم كان ايه النهاردة من مران الفريق لا كانوا موجودين واثنرانهم بشكل طبيعي جدا ممكن كابتل محمود الخطيب كان ليه حوار جانيبي مع أفشا حتى قبل بداية المران وإيه في تكلم معاه في الأول في بداية المران لكن شارك بشكل طبيعي جدا وكان موجود وشارك بشكل طبيعي جدا في المران لا يوجد أي مشاكل طيب ده شيء جيد جدا يا توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مرايس القناة الأهلي كان معنا على الهاتف وطمئنا بشكل كبير جدا على بداية الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام نادي الزمالك في كأس السوب